كنت تكلمك اليوم أبو عبدالله صباح وكنت تحكي لي عن قصة كفاح لبطلة سعودية في الأولمبياد وقلت لك أبغى أسبعة منك على الهوى تفضل عاطني القصة أنا عارف الوقت عندك لا لا معاكم تفضل عندنا وقت عندنا وقت أنا بالنسبة إلى القصة التي أقول لك هي التي حدثت أمس هي حقيقة فيه شقين الشق الأول تختص بالنادي والشق الثاني تختص بالبطلة اليوم أول ميدالية في دورة الألعاب السعودية كانت بالنصيب فتاة تدعى رحمة آل خواهر في لعبة رفع الأثقال العمر 17 سنة لك أن تتصور هذه الفتاة التي وصلت إلى تحدي المليون وأول مليون في الدورة وهي الجوائز الكبيرة طبعا لا تنسوا حازم أن الجوائز هذه الدورة بلغت ما يقارب 200 مليون في عملية التحفيزية بالدرجة الأولى إلى الألعاب بالتأكيد أول مليون كان من نصيب هذه الفتاة البالغة من العمر 17 سنة هي في نادي مدينة صغيرة في نادي النور لك أن تتصور أن نادي النور يمتلك مثل هذه الألعاب رفع الأثقال وفي الجانب النسائي أول ثاني هذا الشق الذي يخص النادي أول ثاني بالنسبة إلى الذهابي والفضية هي اللي هو رحمة آلخ واهر وثاني على اللاماخ خانتني الذاكرة ماريا السيهاتي صاحبة الذهابية والفضية صاحبة الذهابية رحمة كانت والدها مدرب للعبة التكواندو عندما أرادت الاشتراك في دورة الألعاب السعودية وهي تدد أصل اللعبة أولاً منشأ اللعبة لديها التكواندو الوزن الذي يسمح لها بالمشاركة في هذه اللعبة التكواندو ليس موجود فاتجهت قبل شهرين أو شهرين ونصف إلى لعبة رفع الأثقال يعني كانت سايدة فالوزن قرصك أبو عبد الله ما في أوزان هو في لعبة التكواندو هناك أوزان نعم الوزن الذي تتمتع فيه لو رحمة غير موجود ضمن الأوزان المنافسة في التكواندو فاتجهت إلى صالة خاصة بالمنطقة السرقية تعرف المنطقة السرقية لعبة رفع الأثقال منتشرة بشكل كبير جداً جميل وفيها أبطال سواء على المستوى القارية وحتى المستوى العالمي تدربت خلال شهرين 75 يوم فقط في هذه اللعبة ونجحت هذه الفتاة بعزيمة وإصرار وحكاية غريبة بأن تحقق لنفسها مجد وأيضاً لناديها نادي النور مجد بأن تحقق أول ذهبية في دروة الألعاب السعودية هذا يعطينا حقيقة أنطباعنا حتى الأندية أصحاب الدخل المحدود ستهتم بهذه الألعاب لأنها ستجلب عليها الأموات لو ربما هذه الألعاب بالنسبة للأندية الجماهيرية والكبيرة لا تهتم فيها وبالتالي هذه الأندية الصغيرة فرصة لها حقيقة أن تهتم بهذه الألعاب وأن تذر بالنسبة إلى أنديتها الميزانيات وأيضاً أن تدعم المنتخبات السعودية وهذا يعكس أيضاً أبو عبد الله الطموح اللي مشت وراي اللعبة اللي فازت بهذه الميدالية وطبعاً إن شاء الله طبعاً فتعكس طموح كبير طبعاً كنت معي من الرياضة صحيف الرياضي عيسى الجوكم شكراً جزيلاً لك على كل هذه المعلومات شكراً لك شكراً لك